السلام عليكم تلامداتي مني تكونوا كتديروا موضوع الربط بين الأفكار خصكتدير بالبجوش لحويش الربط المعنوي بين الأفكار وكتحتان فيها الخطوات علاقة الفكرة الأساسية الأولى بالفكرة الأساسية الثانية علاقة الفكرة الرئيسية الثانية بما تفرع عنها من أفكار ززئية علاقة الأفكار الززئية السابقة بالفكرة الرئيسية علاقة الفكرة الرئيسية الثالثة مما تفرعنا من أفكار جزئية علاقة الفكرة الرئيسية الثالثة بالفكرة الرئيسية الرابعة ضروري أن عن بعد وضغطه عليها بشقرة وقاعد للعلاقة ونرى الخطوة الثانية هي الربطه اللفظي بين الأفكار اللي تخدم في هذا الشي كله السببية والإضافة والتعارض والاستنتاج بزمنية